موسيقى صباح الخير يا أستاذ أحمد احنا بنتشرف جدا ان يكون بقى أول لقاء لنا مع بعض من بين مجموعة بورسة لندن وبين البنك الأهلي مجموعة الاستثمار ويعني كبداية بنحب بس ان حالك تعطينا شوية انطباعات ومقدمة سريعة عن المشاطات السيكتورز اللي تحت حضرتك بتقوم بيها المختلفة في مصر والسبسيدرز المختلفة اللي تابع حضرتك وتأثيرها على الاقتصاد المصري انتو شرفتونا أولا المجموعة عندنا الحقيقة هي مجموعتين منقسمة إلى 2 مجموعة الاستثمارات اللي حضرتك اتكلمت عليها دلوقتي ومجموعة تانية اسمها مجموعة امناء الاستثمار مجموعة امناء الاستثمار كانت مسؤولة عن التصرف في الاصول اللي بتقول ملكيتها للبنك لتسويات قروض متعترة بعد ما يكون البنك استمفذ كل سبل التسوية إلى أن يأتي إلى المصدر التاني للسلاد اللي هو عادة بيبقى الاصول اللي كان القرد تمنح لتمويلها في الاساس مجموعة امناء الاستثمار ده ومجموعة الاستثمارات ده الاستثمارات عندنا هي الاستثمارات المباشرة اللي هي في شركات سواء لستد او لا وفي مختلف القطاعات بعضها قطاعات مش استراتيجية بالنسبة للبنك فهتلاقي معظمها لا نملك فيها اكتر من 40% بحكم القانون من القاعدة الرأس مالية او من الاستثمارات الاستراتيجية هي بتنحصر دايماً في الخدمات المالية ودي بنقدر نتملك فيها ابتومية في المية من المساهمات ده بيسيكلي اللي احنا بنعمله ممتاز طب بالنسبة للخطط اللي هي كنت محضرها في 2022 وايه اللي يتحقق من المستهدف ممتاز زي ما بقول لحضرتك المجموعتين دول في مجملهم مصدر العائد اللي بيجي منهم بينحصر في ثلاث حاجات بلس شوية حاجات جانبي الارباح اللي بنحققها من بيع اصول اللي قالت ملكيتها ده الشق التاع المجموعة الاولى وهم عندهم بعض الخدمات التانية اللي بيقدموها زي وخلافه وعندنا الارباح اللي بتتحقق من التخارج من اكوتي انفاسمنت والشق التالت اللي هو الاساسي اللي هو التوزيعات اللي بيجينا نتيجة مساهماتنا في شركات بتكسب وتوزع ارباح الحقيقة 2022 كانت سنة كويسة بالنسبة لنا اللي حققناها فيها يفوق المستهدف بكتير خاصة انه 2022 لما تحط البدجت بتاعتها كانت لسه الرؤية بالنسبة للريكوفري اللي هيحصل من الكوفيد وقتها ما كانتش واضحة وبالتالي ده نعكس في اواخر 2021 على الخطة اللي بنحطها في 22 ولكن الواقع جاه ان احنا الحمد لله حققنا يعني في الشق بتاع الدفدنس احنا حققنا تقريباً متين في المية من اللي كان مستهدف وده يصل الى حوالي واحد وستة من عشر مليار جنيه في ارباح بيع الاستثمارات بتاعتنا احنا حققنا اكتر من اتنين مليار جنيه وفي ارباح بيع الاصول حققنا اكتر من واحد ونص مرة من اللي كان مستهدف فالحقيقة 22 وزا جودير الحقيقة دي ارقام ممتازة واعلى بكتير جدا من اللي انا كنت متوقعها شخصياً يعني رغم ان انا قريدت كثير في الموضوع قبل ما جي فهل حديك متوقع 2023 تكون بنفس المجاح الكبير اللي اتحقق في 2022 المعطيات السوق اللي حوالينا والوضع بتاع المحفظة بتاعتنا بيسمح لنا ان احنا هنحط مستهدفات كويسة ال 2023 وده اللي فعلاً عملناه وبنأمل ان شاء الله ان احنا نحققه وده طبعاً المستهدفات محطوطة بنسب اعلى بنسب نموه اعلى من النسب بتاعت 22 وربنا اقدرنا انحققها بس ايه الحاجات اللي يعني برضه هذيك اجابت علي اجابة بدي بلماسية شوية لكن ايه الحاجات اللي بتخليك بالليل ما تنامش كويس ايه الحاجات اللي بتخليك تروح برضه عمال تفكر فيها منعارف طبعاً هذيك بتحاول تفصل اكيد شوية بين الشغل والحياة الشخصية ولكن اكيد في حاجات معينة بتؤرق حضرتك ايه هي السؤال سؤال وجيه واجابته مش سهلة ولكن اي استثمار او مجال الاستثمار عموماً بيبقى دايماً عينه على اسعار الفايدة السايدة ومش بس في مصر ده في الدنيا كلها مع معدلات التضخم اللي بتزيد من وقت للتاني وده بينعكس على اسعار الفايدة سواء على المستثمر المصري او الاجنبي وبالتالي الاستثمارات في مصر او غيرها ده من الحاجات اللي دايماً الواحد بيبقى حريص انه يبص عليها تعارف ارتفاع اسعار الفايدة من قديم الازل وهي دايماً بتعتبر عدو للاستثمار ولكن احنا بنحاول دايماً نوازن بين الاتنين البنك الاهلي في استثماراته ما بيبصش نظرته مش قصيرة الاجت احنا زي ما يقولون دايماً في اسمه طويل ما بتخشش الاستثمار عشان نخرج بعد سنة ولا اثنين ولا تلاتة ولينا دور تنموي الى جانب دورنا كبنك تجاري هدف للردح فلما بتحط كل الـ مع بعض احنا بنقدر ان احنا نحط خطة طموحة خاصة انه مستهدفاتنا مش بس ارقام ارباح بتظهر على الـ ولكن احنا لنا مستهدفات على الـ بتاع الاستثمار بتاعنا عمره قد ايه انه بيحتفظ بقيمته من ساعة ما دخلنا فيه لحد ما نتخرج وخلافه كلام جميل بس برضه زي ما حدك اذكرت ان البنوك العالمية خصوصا بالفيدرالي الامريكي مثلا زود سعر الفايدة وده عدو الاستثمار زي ما حدك قلت ومش هو بس اللي عمل كده لا في بعض البنوك المركزية الاخرى والفيدرالية التانية على مستوى العالم برضه زودت اسعار الفايدة وبالتالي جذبت استثمارات لها او بعض الـ اللي كانت شغالة في الاسواق النشأة راحت للاسواق المور ماتيور فاي خطة البنك الاهلي لمقاومة الموضوع ده والجذب الاستثمارات الخارجية خصوصا الاجانب طبعا والعرب لسوق المحلي برضه سؤال منتاز احنا مصر مزالت معدلات النمو المتوقعة فيها اعلى من المتوسطات بتاعة المنطقة المحيطة وربما اعلى من المتوسطات اللي حطتها اللي حطها الـ زي ما بيقول فمزالت مصر من ناحية الجاذبية لها على المناطق الاخرى اللي حوالينا ومن هنا في قطاعات معينة بيهتم بها البنك الاهلي ومن ضمنها القطاع الصحي ربما مش البنك الاهلي مباشرة ولكن من خلال شركة الاستثمار المملوكة للبنك بالكامل اللي هي الاهلي كابيتل قطاع الصحي قطاع التعليم القطاع الخدمي بشكل عام وانت ربما عندك فكرة برضه ان احنا من خلال شركة الاهلي كابيتل بتاعتنا استحوذنا على فاروس اللي هي الوقت يبقى اسمها الاهلي فاروس سواء بروكريج او ترويد وتغطية اكتتابات وده الحقيقة اثبتوا انها كان قرار سليم وفي محله وقت ما اتاخد وده انعكس على اداءهم وعلى الربحية بتاعت الشركة الملكة ليهم وبالتالي الربحية بتاعت البنك ممتاز زي ما عليك عارف طبعا احنا كالندن سوك اكشينج برضو احنا في اجريمنت بنحاول نحنا نساعد بيه الناس يعني اكبر ميت بنك على مستوى العالم وعاملة بتوعنا من ضمنهم البنك الاهلي المصري وشرفنا جدا احنا نمضي الاجريمنت ده اواخر سنة عشرين عشرين وده انعكس اعتقد على مش بس البنك الاهلي والبرفورمانس بتاعه وحجم الديتا اللي خادها البنك الفترة اللي فاتت لا ده كمان السبسيدري زي ما حد ذكرت فاروس مثلا دخلت من ضمن الاجريمنت ده مؤخرا بناء على من الاهلي كافيتل والحمد لله ابتدت الامور يعني تنعكس بصورة ايجابية تماما على البرفورمانس والإيفيشنسي بتاع السبسيدريز المختلفة للبنك الاهلي لان المعلومات زي ما احنا عارفين ان هي هي بترول للعصر الحالي اللي حنتي ده صحيح السؤال التاني بناء على المقدمة دي وده اخر سؤال مش هنا نتب حياتي اكتر من كده بناء على المعطيات اللي حقيقة قلتها دي كلها هل حدك متوقع ان التلات سنين جايين اللي هو يعتبر الفورسين أو المستقبل المنظور قدامنا هل حدك متوقع متفائل يعني تقدر تقول انك متفائل هل حدك تقول انك انت نيوترل ولا متشائم يعني طمننا احنا كلنا نفسنا نطمن الحقيقة لك انت عندك معطيات داخلية ومعطيات خارجية او متغيرات داخلية ومتغيرات مؤثرة خارجية الاكسترناليتيز هي اكبر مؤثر في توجهات البنك الاهلي على الاخص وتوجهات الدولة في الفترة اللي جاي دي تشالينجز لازم يعني ما عندناش اختيار تاني وزي ما قلت لحضرتك احنا لما حطينا توقعاتنا لسنة 22 ما كناش عارفين من الكوفيد كانت جاية امتى ومع ذلك ده كان بينعكس على توقعاتنا احنا لما حطينا توقعات 23 كان عندنا نفس الطموح ومعندناش على الرغم من اغتفاع معدلات الفايدة في الدنيا كلها اللي هي زي ما يعني كانت عدول الاستثمار الا ان احنا مش هنراجع المستهدفات بتاعتنا وهنستمر فيها علشان ان شاء الله نحققها واكتر زي ما عملنا في 22 ان شاء الله احنا لازم نكون حريصين وليس بالضرورة متشائمين وده اللي بنحاول نكون فيه في النهاية بنشكر استاذ احمد السعيد الرئيس التنفيذي الاستثمار والامناء الاستثمار في البنك الاهلي المصري ونتمنى نكون بداية لسلسلة جاية ان شاء الله من اللقاءات ان شاء الله رفتون شكرا جزيلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة